بس هو خلى أن كل بنات حتى أصحابه كلهم إخوتي هو هو اللي عمل كده ولا الظروف فرضت عليه كده ولا هو مكانش نفسه في كده هو بيحكي يعني هو أباويدنت جداً ماشي بس هو مش شخصية اللي هو بيقوله عليها اللي هي السلبية اللي هو شخصية أنادية سلبية لا لا خالص هو عنده حتة الاجتنابية دي جداً جداً ولكن هو برضو حط يعني فكرة أننا النهاردة عايش في قصة حب سنوات قصة حب أفلطونية مش بيحصل فيها أي أحداث يا إيه قصة الحب دي صحيح ما هي دي يعني دي يعني دي حدثت يعني عشر سنين بكلمها على الفيسبوك وتكلمني وشفتها مرة كده بصوت ده زي بالضبط طبعاً بيحصل بالعكس كتير إن فيه بنادة متعلقة بعلاقة لسنين من غير أي تواصل يعني إيه يعني عبارة يعني هبصله كده أقول هو بيحبني ومعجب بيه أو أن أنا بحبه متعلقة بيه وشايف أنه هو ده حب حياتي أيه وعلى إيه وحب حياتي وقال لي إيه عشان أعرف إن إحنا في حب حياته ده على الصورة الزهنية اللي عندي أنا النهاردة ما عرفش سريع أنا معرفهاش خالص غير عن بعد فتخيلت شيء معين رسمت السناليو في دماغي وعيشت بهذا السناليو زي ما هو حكى بالضبط هو ده إيه هو أصلاً تعامله مع زينب اللي هي البطلة القصة كان تعامل محدود جداً بس من التعامل ده هو بنا حياة كاملة بنى إن أنا بحبها وعن ذي أكتر حد يحبته فحياتي وإحنا أصلاً ما تعاملش مع بعض بالقدر الكافي يعني أنا أسمع عن كده بس النوع سنا إنه يقولك دلوقتي بعه مصطلح نوع أنا بكراش عليه بس فترة طويلة حبيبتي ليصscene بيبقى شهر شهرين بندحك لنا وليلي صحابي أيه ده أنا معجبة بيه قوي لكن هللي ممكن ابني الكراش أو قصة دي 10 سنين بص siihen الموضوع قوي الإعجاب أو في السعيد التيحدث في الأول أوpiece التقديم الت DONC دي مش بنبني عليها علاقة. ده حبيبي بتفوق على وهم تقع ايه؟ على جدور رئابتك كده اول ما يفتح بقه. اول انا كمان اتعلق بيه فوقف حياتي. يعني اوقف حياتي ان انا شوف اختيارات تانية او شوف حاجة مناسبة ليه. لمجرد ان انا واقف مع الاعجاب ده. فعشت معال سنين. فبحبس نفسي جوة الدائرة دي. وده بالضبط اللي حصل معي. طيب وده عشان يطلع من الحوار ده ايه؟ يعني ياخد قد ايه عشان يتعافى ويبقى كويس. وبرض الوقع وحشة. طبعا وحشة. بس انا محتاج اعترف لنفسي ان اللي مريد بيه ده مؤلم. يعني اللي انا فيه حالان واجعني. وفيش حاجة بتواجه اكتر من كده. يعني فكرة ان انا النهاردة نفسي في حاجة مش عارفة ووصلها. وقعادة اتفرج عليها عن بعد فده شيء مؤلم جدا. واحساسي ان انا في ايه دي حاجة عاملة ومش عارف هي ايه. ان هو بيسأل نفسي طب انا اروح صراحتها بمشاعري دلوقتي. ان انا قعدت كله في سنين ده. كنت تسألت سؤال ده بقى هل هو ممكن يروح يعمل لها كده. ما هي غالبا شايفة. هي برضو عندها جزء من القصة. ما هي شايفة ان هو معجب بها من اول ما بدأ الموضوع خالص. هي غلطونا. اكيد عليها غلط. هي مع الشميتوس اه؟ ما النهاردة لما اعرف ان حد معجب بيه. وافضل على تواصل معي وبيفض فضلي وبيحكيه ايبقى انا عندي مشكلة. تسمع عن نظرية اللي استبني. صحيح. اللي هو ساعات بنات بتعملها يعني مع احترامي ليهم بس ده 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 حرام قوي ده ربنا مش هيسبكم. انه انا ابقى شايلة ده على جنب لو لو متحد مجاشها وفؤادة هو. وبيحبني ويتمنى لي الرضا ارض. لو مش عارفة محمد مجاش حسنة هو. بيحبني جدا وهييعيش معي وهيقبل بيه. مش في بنات بتعمل كده؟ في بنات بتعمل ده تعمل استخصار ده استخصار ده استخصار انا مستخصار ان حاجة تروح مني او خايفة ان حد افقد ده ومحاجد شو عجب بيه. بس فيه حد بيعمل حاجة تانية بيعملها بفكرة انها مش هايزة ضيقه مش هايزة ازعله. حتى لما الاغنية قالت انه حتى بيقولك انه ثقافتنا فيها حاجة كتير غلط انه ارجوك اوعد غير انا حوالي كتير لكن قلبي معاك وفاهم ومخلص لك بضمير يعني. ده علي ست منينا كده. اوه يعني فاهم اللي هو بتلاقي انه بتبقى عايزة كتير بس ده مش مرض ها يعني ما قدرش اصنفه. لا لا مش مرض يعني لو عايزة غيس حد اقوله انتي مريضة يا بنت عشان بتعملي كده احيانا بس ده ما يصنفش مرض بجد. ما يصنفش مرض بيصنف اضطراب. اضطراب يعني سلوك غير سوي سلوك غير سليم يعني مضر ليها. عشان البنات تبقى عارفة ان ده حرام وسلوك غير سليم ولازم تتعالج لو عملتي كده في الناس. ما يعني فتعملي كده في الناس فانتي شخصيا بتتأذي. لان انتي بتي بي مشتتة لان في طول الوقت مش عارف انتي عايزة ايه. وغالبا انا طول الوقت عندي احساس ان انا حفقت حاجة. انا مش حاسس ان انا كفاية. بزي ما قولك احيانا الطرف اللي هو يعني زي ما هي ازي ما وقفها كده بيبقى صعبان عليه انه زعله. انا مش عايزة ضيقه. مش عايزة يحس بمشاعر وحشة. فضمره خالص. ففعلا بضمره. يعني احيانا الجرح اللي هو اللي بنعمله مرة واحدة ده بيكون رحيم باللي قدامي. غير لمفضل سيب امور كده. طب ما انا لو قطعت معايا ممكن يضيقه. والتصرف السليم كان يبقى. حلو امهان لو ضيقته النهاردة انا رحمته من عذاب عشر سنين. بس هيكرهني هو عدد علي يا مصطفى. هو مش هيكرهني لو عارف ان انا انا محبتهش. مش هابقى متواجدة طول وقت. مش هابقى بتوصل طول قبل الضبط. مش لازم ارد في اول مكلمة. مش لازم كل ما يكلمني نرد ونتكلم ونحكي. لازم اخد مسافة بعد. عشان عارف ان عنده مشاعر مش هتطفي في يوم وليلة. فمن باب الرحمة به ان انا ابعد شوية. يعني هي كان عليها غلط عشر سنين صحيح. اكيد لانها وعيه وشايفه وبيعملها ازاي. وهو حاس نحيتها بايه. طب ما فوض يحكي الاهل وعلى حصل ده ولا لا. طبعا حسب طبيعة الاهل متفاهمين ولا لا. حيستوعبه ده ولا لا. طب ما مش فيه بيجيب شقة وفي الاسكان الاجتماعي يبقى اكيد شقة. يبقى هو عايز يتجوز وعايز يبقى عريس. يبقى اكيد في حد في دماغه. صح بس ممكن يكونوا فاهمين انه عايز يتجوز. بس مش فاهمين انه بيحب لأي عمق. او مش فاهمين عمق مشاعره او هيقدر المشاعر دي بشكل جيد. وفكرة ارتباطه مش فكرة مستحيلة. بس هو محتاج يسعى لنفسه ومش للبارتنر. يعني هو بيحكي انه ببنى حياته كلها. هكونوا حب ينجح فينا لنفسه ومش للبارتنر. فده الاول. ثم بنشترك مع بعض. ابقى شخص مكتمل وبعدين ابقى شركة. مش ان انا بقى عندي حتة جديدة نفسه. حد بيكمل ساعتي مش جاي سعيدني. لان انا عمري ما بقى سعيد. طب انت شفت القصة دي يعني هي قصة حقيقية. بس انا عايز شوفها في الحقيقة. شفتها في الحقيقة مع حد. كتير جدا. لا. كتير جدا. لا اقول لي بقى. انا جات لك العيادة وقعت معاهم وكلمت معاهم. كتير جدا. طبعا لو بنتكلم عن حد عنده هذه الظروف. فده بشوفه كتير. والقصص العاطفية معاهم بتبقى مؤلمة جدا. ايو انا عايز اما بالك. انه احنا بنبقى متعشمين. وعايشين في قصة. يعني انا مش هتكلم حتى على ظروف احمد. انه انا مش معتبراها. لانه لو هي من الاول كترفضة كترفضت. وبطريقة او لا. انا بكلم انه لو حد يفضل قاعد مع الشمك مع الشمك. وانت قاعد عشر سنين. في الاخر بتفوق بقى على وهم. لما يكون حد حاسس انه فيه عيب. او احنا بنبعرفين عيوبنا. صح. يعني احنا كل واحد فينا عارف عيوب ايه. والناصح اللي يلعب على مميزاته الدبل. ايوه. عشان عيوب تتشيل. فانا مش انت شايف عيوبي. انت شو تشوه. حسنات مميزات. هو مش عارف يفكر في ده. فهو دلوقتي بيلوم نفسه ألف مر. بتعمليه معهم بقى في الحقيقة. لما هو عارف انه عنده عيب. فايقولك اكيد خد باله ان انا مش عارف ايك. خد باله ان انا عصبية. اكيد خد باله ان انا مثلا رضي ممكن ما يعجبوش او او اجوبتي ممكن ان تبقى اجراسيف او ايه. هو مش بيلوم نفسه ألف مر. ده كلام عظيم. في حاجة بقى مهمة جدا. إحنا كلنا عندنا عيوب. كل البشر عندها درق سايد. ما فيش بني آدم كامل. جميل. بس الفكرة أن أحياناً بقى في ناس عندهم كأنه يعني لابل كده. كأنه ماشي باللعيب بتاعه وبين للناس. أنا لعلة اللي عندي مثلاً إن أبويا عنده مشكلة قضائية ما مسجون. ده خيب. مساء الخير أنا ما تعشرش. أردت. أنت ماشي بيها ليه؟ هيا الفكرة كلها أنا مش عايز أمشي بيها كتايتل. ده مش بيعرف أنا مين. ده مش الـ ID بتاعك. ده مش بطاقتك الشخصية. يعني العيب اللي عندك أو اللي أنت شايفه مترجمه عيب هو عند غيرك مقبول. اللي أنت شايف أنه ما ينفعش تتقبل به في غيرك حيقباله. فأنا محتاج متعاملش مع نفسي بشكل في تقليل. ثانياً لو أنا عندي علة مثلاً عندي مشكلة جسدية. فاللي قدامي حيشوفها أول ما حيتعامل معي. فذي أحيانة بقى الفلتر للناس. دي بتبعد عنك الأشخاص الغير مناسبين من البداية. الناس اللي مش شبهك اللي مش حينفع التعامل معك مش هتستوعبك. فده فلتر جيد مش سيء. بس المهم أن أنا بقى قابل العلة اللي عندي. وزي ما أنت قلت بالضبط كده أن أنا بزود مميزاتي. يعني بشتغل على الميزة فبتفرج عليها جوايا. فببرزها. منعرف أنه قدامي جاي غزني أنه عندي عيب في كذا. لا أنا أحرق لك دمك. ده أنا مبسوطة بيه. أحرق لك دمك أكتر ده أنا مقبولة بيه جداً. المفوضة أن يعملوا كده صح؟ أو أحرق لدامه طبعاً يا حرق لدامه دي حاجة جميلة بالنسبة. أحرق لدامه دي حاجة جميلة بالنسبة. أشايف قيمتي. أم أقدر القيمة بتاعتي. حطانك في ميزان. عشان أعرف أحرق لدامه لازل يكون وصلة لحاجة من التصالح مرعبة. صحيح. اللي هو أنتوا شايفين لي كده معقول. أمالين يا جماعة بصح الصفح وما شوفش الكلام ده في مراية. يجب أن تكون متصلح مع نفسك. أنا أعلم. أنا عندي إيه وما عندي إيه وربنا بيديش كل حاجة. صح. فخلاص. صح جداً جداً.